يقول لك جريمة واحدة وحكمة بالغة الراجل بيقول لابنه يا ابني في حياتنا في جرائم وبشعة لكن هناك جريمة واحدة فقط ابعد عنها لان هادي الجريمة المسيطرة على الكون قال له ايه يا ابي قال له ابعد عن القتل الولد بص لابوه بدهشة وهو بيقول له نظر الولد الى والدي بدهشة ويقول له ايه انت بتشك في تربيتك لي انت بتشك انك ربتني انت بتظن انه بإمكاني ان انا اقتل انسان على واجه الارض اتسم الاب بعد ما شاف ابنه مستغرب وكمل كلامه قال له اسمع يا ابني ما تندهش من كلامي ان انا بيقول لك اوعى تقع في جريمة الاكل لكن اعرف ان الاتل له اكثر من سورة تخيل اول مرة اعرف المعلومة دي الابن سأل ابوه ايه هي صور القتل اللي انت بتقول لي ما اعملهاش قال له الكذب الكذب هو قتل للحقيقة واعدام للصدق اوعى السرقة السرقة دي قتل للامانة وقتل للامن والامان اوعى الغش الغش ده قتل للثقة وقتل للاعتماد على الغير اوعى التعصب التعصب ده قتل للحرية وقضاء على التنوع والاختلاف اللي ربنا تهن سبحانه وتعالى اوعى والخشونة والالفاظ السيئة لانها قتل للمشاعر وقتل للاحاسيس وقتل للاحترام والتقدير اوعى من الفساد الفساد ده قتل للشرف في المجتمع اوعى للتعري والفحش لانه قتل للحياء وقتل للعفة في المجتمع اوعى وشهادة الزور لان شهادة الزور دي قتل للحق اوعى للظلم والتجبر لان ده قتل للعدل والكرامة اوعى وسوء الظن لان سوء الظن ده قتل لليقين وقتل للامل كل نميمة اخلاقية بتقتل وتبيد ما يقابلها من المبادئ والمسل والفضائر الحميدة في الحقيقة هي جريمة قتل مكتملة او متكملة الاركان علشان كده ابتعد عن القتل بكل سوره وعن التعدي على حياة الاخرين لكي يصعيدك الله فمن فضلكم لا تقتلوا الفقراء بقصوة الالفاظ وبسوء المعاملة اسابنا واسابكم الله اشتركوا في القناة